بسم الله الرحمن الرحيم وأوصلي وأوصلي معني بالكريم بعجالة فقط شوفوا هذه الترطة وخفز بسري عملتها أم وليد شرتها اليوم صباحنا حاولت نعمل واحدة كيفها وعملتها بسم الله ما شاء الله ولما جاءت ندير الفيديو في المونتاج أطلب مني الجوال أني نحتف بعض الفيديوهات من الذاكرة لأن الذاكرة مملوعة حدفت المقطع الأول اللي فيها مكونات غلطة والله غلطة وغادني غادني بالزهف كنت راح نحبس ما ننشرش الفيديو ولكن أنا نقولكم على المكونات وبدأوا معي فقط الفيديو من بعد ما طابت هذه الخبزة أول حاجة عندنا ربعة بيضات عندنا كسلة ربعة زيت عندنا كسلة ربعة سكر كسلة ربعة حليب عندنا رشة الملح عندنا كيس ونصف من خمية الحلويات وعننا زوج فارينة أول حاجة نحطه السكر ونحطه البيض والفانيلا ونضربها ملح بعد نصبه الزيت على مراحل ونحطه الحليب ونحطه ثارينة ونحطه خمية الحلويات ونحطه مور ندهنوه ونطلوه بالزبدة وثارينة بعد ذلك نحطه في الفرن على دارة 180 درجة مئوية نطيبه من الأسفل ونبعد نشوفه جناب أحماره نطيبه من الفوق ونخرجها تبرد ونحطه هنا باش نمونتوها نحلوها بسكينة من الشاركي ما تشوفه إذن نحبائي الوصفة هذه هي وصفة أم وليد المدرسة الكبرى لجزائر المدرسة الكبرى اللي خلتنا نتعلمه كامل كامل بإنساء برجال رب يحفظها ويبارك فيها إن شاء الله إذن بعد ما خرجتها من الفرن وبردت جبت سكينة ذاك يكون السكين من شار وفتحتها في النص هكذا كما تشوفه حليتها ونحط هذه الخبزة على جانب أنا تغسط لي ومن بعد ستتقسم لي يعني لغالب شوفوا أنيزة دوائر نحط على جانب ونضربوا كريم شانتي جبت كاس كريم شانتي بيضاء وكاس إلا ربع ماء أم وليد حطت الحليب أنا قدرت الماء بشتيني اقتصادية شوية لأنني حطت الحليب في الأول ومن بعد نجيبوا البطار ونضربوا هملاح حتى تصبح عني كينة ميرانج نحاول نضرب ونضرب حتى تطلع أنا دائما ميرانج أو عفون كريم شانتي تطلع عني دائما يعني كينة بعض الأخوات يعني يشكيوا يقولوا بأنه ما تطلع لنا أنا الحمد لله دائما نحط كريم شانتي أكثر من السائل ومن بعد ذلك نجيب سباتشل تياي ونجيب كريم شانتي ونضرب في فوق الجنواز ونضرب في فوق الجنواز ونضرب في فوق الجنواز وأم وليد هي مدرسة كبيرة لجزائر بعد أن أضرب كريم شانتي نضرب نصف الآخر التي تشقلي وتقسملي لا يوجد مشكلة لأنني بعد أن نطلعها ونضربها بالكريم شانتي نضربها ونضربها ونضرب الأطراف التي تقصوا لي ونضربها فقط نضرب أطراف عملية سهلة ونضرب لأنها تكون دائرة كاملة على غالب صاريف أي إنسان ستوقع له ونضربه ونضربه كريم شانتي ونضربها كاملة على الجوانب من فوق وهذا أنا الصباح جويها ستة الصباح ونضرب سلط الفجر وكنت نقع في القرآن بعد أن أكملت جاني الإشعار ونضرب أم وليد ودخلت ونضربت هذه الطرطة وعجبتني والله اليوم نطبقها وكتبت لها في تعليق وكتبت لها أم وليد سنطبقها اليوم لوصفة لك دارت لي قلب وشاهدت تعليقتي دارت لي قلب ومع ذلك ونضربت مكوناتها وخدمتها ولكن للأسف المقطع الأول راح لي سامحوني سامحوني وأنا قلت لكم كيفية تفعله سهلة مهلة وعجبت لكم هذه الطرطة لأنها عجبتني كثيرا ثم سأعجبكم نحاول نطبقها كامل كرمشانطية على الجانب كامل ثم نضرب كوكاو كوكاو يكون محمص ويكون مرحي قليلا وعنده كوكاو يضع كوكاو في لي أو حتى عنده بسكوية يستطيع ويضع نضرب البسكوية نضرب كوكاو ومحمص ومرحي ونضربه على الجوانب نحل من فوق ونضرب كوكاو الذي كنت حمصناه ونضرب على الجانب قلت ورقة تحت الطرطة هذه عقدة نحاول نملاها كاملة مع الجوانب قلت أم وليد يعني هي مدرسة الكبرى وهي فخر للعرب وللجزائر أم يارا كذلك فخر للعرب ولجزائر لأنهم قنوات كبار 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 رب يحفظها شاء الله والناس تعلمت منهم والناس يعني وصفتهم من عند أم يارا وم وليد اللي عندهم يعني مشتركين كبار 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 بزاف أم يارا حوالي خمسة ملايين أم وليد تعداد عشرة ملايين وهذا دائما مدرسة جزائر هنا بعد كميلا وقمت الكوكاة على الجانب قمت ملع ورزاص هذا لأنه لا يوجد ملاحة لا يوجد ملاحة كس حلواني وقمت عشوائي فقط وبعد ذلك قمت عجنب في تلاجة وقمت وقمت حوالي خمسة غرام شوكولاتة ربيتها على شوكولاتة هذه وقمت علبة كرام ديسار ضنات وقمت وقمت معها في الكسرونة وقمت فوق النار يعني نشعلها على نار هادئة ندوب الشوكولاتة فقط ونطفي لا يجعلها ولا يجعلها في النار ندوب الشوكولاتة فقط ونحاها ونجعلها تبرد يعني مليح بعد ذلك نضعها فوق هذه الخبزة رضبات كبتع منها سخونة الشوكولاتة لأن هذه الكريم ستتنحها وتخرج نحاول نزينها كامل نضعها نملك الجوانب ونجلب شوكولاتة ونضعها فوق نضعها وصفة كما نضعها أم وليد بالضبط ولكن انا قدلت هذا يغور طبيعي بدانة شوكولاتة والتزيين يعني رقم أحرار فيه إذن حبائي هذه التزيين التي عملتها وإن شاء الله تعجبك حديثة مساء قهوة تعتي ما شاء الله ما شاء الله أنا عجبت الأهل في البيت عجبتني ما شاء الله نقولها برك الله فيك يوم وليد جزاك الله كل خير عن كل ما فعلته الجزائريين ولكل عرب وانت فخرا ورمزا للطباخين الماهيرين برك الله فيك أحب باقي هذه خبزة بطسري عملناها معكم اليوم ومتأسف دائما تأسف على المقطع الأول التي تحدث لي جزاكم الله كل خير اللي شايف هذا الفيديو يعمل عجاب وقول يعطيني رأيك فقط يعني هذه الوصفة رايما نقولها من عند أم وليد أنا عاود الكرار كما نقالته وصفتنا عند أم يرا اليوم نقالتها من عند أم وليد برك الله فيكم ورب يحفظك ما شاء الله جزاكم الله كل خير وتملكم كل نجاح إن شاء الله في أعمالكم وهذه قطعة نقصناها وذوقناها طرية طرية بسم الله ما شاء الله شوفوا يعني الملعقة تدخل فيها يعني سهلة بكل وذوقها ولا أروع ولا أروع إذا اللي يعجبوا الفيديو يخليلي يجاب وإن شاء الله يا ربي نقاكم في أحسن حال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا